هذه المواد عندك أيضاً التأكيد على دور الباحث الاجتماعي سابقاً كانت قواعد تنظيم الباحث الاجتماعي تلعب دور كبير في ثاني حالة الطلاق كان إلا دور جدي صحيح فعال إذن أما الآن بالوقت تحاضر دور الباحث الاجتماعي شكلي 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 يدخلون يحكوا مشكلتهم تحكيوهم شوية إذن هل من المعقول مشكلة أزلية صار لها سنة أو سنتين تحل في ربع ساعة إذن أنا من أجي كمحامية تجيني دعوة شرعية يقع طلاق مثلاً متفرق من أقيمها رح أهمش من السيد القاضي المحترم المن رح يحولني للبحث الاجتماعي فنضيها عدد ونضيها موعد بحث الاجتماعي يبلغ الطرف الآخر رح يخضرون بالموعد المحدد من رح يخضر بالموعد المحدد ما تأجلهم حتى مثلاً لأن المشكلة من حلت وترفع تقريرها للسيد القاضي لا هي دون أقوالهم هو أو هي يعني الباحثين ويرفعون التقرير ويجي المحامي يكمل إجراءات الدعوة اللي هي دفع الرسم وسجل أساس وموعد مرافعة تشكل مرافعة القاضي يحكي يهم مو ما يحكي يمكن القاضي في بعض الأحيان يلعب دور الباحث الاجتماعي وأفضل منه في بعض الأحيان يمكن يأجل مرافعة مرافعتين لكن أين دور الباحث؟ زيان هاي هس يعزوها المن يقول لك إحنا أولاً ما عدنا ميزانية كافية حتى نعين باحث الاجتماعي نعم ما عدنا درجات وظيفية عين باحث الاجتماعي ما عدنا والدعوة كثيرة وزخم لأنه إذا كل دعوة طاولة لها فلسة شهر زيان أوكي سوونا مؤسسات معنية بالبحث الاجتماعي منفصلة عن القضاء بعيدة كل يبال طيب يعني يرحون رأيش تسهم بعض الشيء بتقليل حالة الطلاق؟ ليش ما تسهم؟ هذه أيضاً نرجع إلى الثقافة المجتمعية إحنا إذا ثقفنا مجتمعنا اشتركوا في القناة